اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد اليوم ان شاء الله نتحدث على 3.25 3.25 3.25 يعني رح نتحدث عن حالات الجملة الجملة شلون ممكن تكون فأول حالة للجملة هي اللي تكون اللي هي المبني للمجهول شوف The Doctor Will هذا الول وراها يجي فعل مجرد يعني أي فعل كان Play, Study, Teach, Write أي شيء فأنا نشوف نفسه رح ننزل ويكون بي وراها فعل بتصريب ثالث الجملة تصريب ثالث للفعل إذن المبني للمجهول إذن أول حالة هي صيغة المبني للمجهول وهذا الشيء رح نناقشه بشابتر السابع إن شاء الله بالمحاضرات بالمرحلة الرابعة بالتفاصيل أيضا صيغة أخرى اللي هي صيغة السؤال إذن شكل آخر للجملة وهي الشكل للجملة يعني هذا تغييرات الجملة الجملة المثبتة إلى من فيه وإلى أسؤال هذا الأشياء كلها مطلوبة من أعزكم كذلك الحالة الأخرى وهي حالة النفي أيضا مهمة والمطلوب من عندك تعرف شلون تنفي الجملة نفي مضارع ماضي كذا كذلك عندنا موضوع التأكيد مرات يعني مرات إحنا نأكد الجملة بالأوبرايتر مالتها مثلا من أقول جون سينغ يعني جون يغني ولكن من أريد أن أأكد بأن جون هو فعلا يغني رح أقول جون ديد سينغ إذن الديد أكدت للمعنى مرات الأستاذ ينطيك جملة ينطيك جملة ويقل لك أكده فأنت تضيف الدد زينا يعني تضيف الدد إلى الفعل أو مرات will إذا هي مستقبل كذلك عندنا صيغة أخرى وهي صيغة الأمر اللي تكون لما يكون عندك الجملة يعني تبدأ بفعل مساعد أو تبدأ بـ don't زينا يعني تبدأ بفعل رئيسي أو don't مثلا let let هذا فعل أمر imperatives زينا يعني أو go home أو don't study don't study at the holiday لا تقرأ بالعطلة وتعب نفسك مثلا don't فس هو لا بالعطلة ولا بجمع طلاب ديقون زينا ولا بالمدارس والله يا عمي ما عرف ما عرف ش أقول الحقيقة علموا مرد نخرج عن موضوعنا الأساسي don't مثلا وراء فعل مجرد don't go don't play don't study don't write don't كذا وإلى أخرى أي فعل كان زينا يعني فهذا هو المقصود بـ don't subscribe لا تشترك بالقناة لأنها يكيد يعني الطلاب مما يشتركوا بالقناة فهذا هو الفعل الأمر زينا يعني هذا موضوع الفعل الأمور فهذه حالات الجملة يعني حتاج أنه تطلع عليها وتعرف شنو حالاتها وتغييرات اللي صير بيها يعني هي موضوع كلها ماخذينها قبل ونراجح لأكثر ترجمة نانسي قنقر